فكرة اختيار وتحديد جزء معين من صورة سواء نقوم بعمل تعديل معين أو نقرره أو نضيف تأثيرات بشكل ما فهذا أمر سهل لأننا نتعامل مع صورة فهي في الأول وفي الآخر فريم واحد لكن الأمر الذي يبدو صعب هو أن نقوم بعمل هذا على فيديو فإذا نقوم بعمل جزء معين من فيديو لكي نقوم بعمل تأثير معين فهنا نقوم بعمل التحديد على فريمات الفيديو لأننا نتعامل مع فيديو ليس فريم واحد ثابت لا ده فريمات متتابعة وراء بعضيها والموضوع على قد ما يبدو صعب هو كمان مضيعة كبيرة جدا للوقت اللي نقوم بعمل هذا الموضوع بشكل يدوي وهنا أنا أريد نبذة بسيطة عن أهمية وقوة الروتوسكوبينج اللي هي بتعمل لنا نفس التأثير بشكل بشكل برنامج برنامج After Effects فهلا بنترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا والله أنا عمر عطالة وتعالى نشوف الروتوسكوبينج في After Effects بيقول ايه ودي حاجة كده بسيطة جدا من قوة الروتوسكوبينج زي ما احنا شايفين كده ان احنا كان معانا ده كان الاصل بتاعنا واحنا عملنا تعديل بسيط ان احنا اخترنا الشخص اللي احنا عايزين ان نشغل عليه ونبدأ ان احنا نكرره وده تأثير على قد بسطه على قد ما هو هيفتح لنا الباب على افكار كتيرة جدا ممكن نستخدمها في الروتوسكوبينج وبرضه الموضوع بسيط جدا مجرد ما بنجيب الفيديو بتاعنا ونحطه كده عندنا في البروجيكت في After Effects ونبدأ ان احنا نشده ونحطه في Create New Sequence هنا كده على الايكون دي كده ونسيب فبالتالي فتح لنا الفيديو بتاعنا على الطايم لاين زي ما احنا شايفين كده ولمحوظة مهما نحن مش بنشتغل في الروتوسكوبينج في ال Compositions Panel لا نحن محتاجين نشتغل على enyayr panel فالفيديو تماما اينا كده من التكيط عليه هتلاقي فتاحلك Layr panel loss Yoon video دي Composition Panel هيا نشكل ايشِ تركيب كله او المشروع الكامل الي احنا نشتغل عليه لكن احنا نشتغل على enyayr اينا صورس بتاع الفيديو نفسه هنا نبدأ نقوم بتڭعلAR من لاقي عندنا اتنين احنا بنشتغل بالأولى والتانية دي هنجيلها كمان ثواني هنشوف هي هنحتاجها في ايه بالزبط وبرضه ملحوظة تانية مهمة إضافاتاً ان احنا لازم نشتغل فيه اللير بانال ان احنا نكون وقفين على اول فريم ونبدأ نختار هنا الابجيكت بتاعنا بشكل دقيق جداً عشان ده اللي هيستخدمه البرنامج فيما بعد في الفريمات اللي جاية ان هو يحدد او يتوقع الابجيكت للفريمات اللي جاية بشكل اوتوماتيك وبشكل دقيق فهنا هنيجي نبدأ نرسم على الجزء اللي احنا عايزين نعمله تحديد ونتحرى ان احنا ما نطلعش برا ولو طلعنا برا هقولك تصلحها ازاي برضو هنبدأ نرسم بالشكل ده كده على الشخص بتاعنا وبرضه في رسالة هنا بتطلع لنا الرسالة هنا ببساطة بتقول لنا انا محتاج اخلي resolution متاعي full برضو بيقولك تعمل ايه بيخش على view بيقولك خش على view بعد كده resolution بعد كده تخليها full فهتلاقي الرسالة بتاعتك تشالت وهتلاقي برضو لما رسمت على الشخص كده بدأ ان هو يحدد الشخص بتاعك او ال object بتاعك هو بيتنبأ بان هو ده ال object بتاعك هبدأ اضيف كده الاجزاء اللي مدخلتش معايا بالمنظر ده كده وبرضو اخليني دقيق بشكل كبير بدوس مصدرة واتحرك فيه frame بتاعي كده وابدأ ان انا ارسم على الاجزاء اللي عايز دخلها معايا فيه التحديد في selection بالشكل ده كده طول ما انا بارسم عادي بالموس عادي بتكه وبشد كده انا بضيف على ال object بتاعي بالمنظر ده كده حلو الكلام حلو الكلام ولكن ولنفترض مثلا ان انا شغال كده وبضيف ايدي صرحت وامت طلعت برا كده هنا محتاج ان انا امسح الجزء الزيادة ده فعشان امسح من ال selection بدوس ضرار ال alt فبتلاقي عندك الموس تغير شكله من plus بقى minus وتبدأ ترسم على الجزء اللي انت عايز تشيله كده فهتلاقي شلك الجزء ممكن نرسم هنا كده بيعدلك selection بشكل بسيط جدا وبرضه عشان تحصل على نتيجة ممتازة من اول مرة يعني راعي ال object بتاعك او الحاجة اللي انت عايز تقصها يكون فيه contrast ما بينها وما بين background وده بيتحقق ازاي بيتحقق بقى حاجات كتيرة منها مثلا العدسة بتاعتك يكون focus بتاعها قوي ان انت تكون بتصور بعدسة فيها فتحة العدسة واسعة فبالتالي بتديلك ال boke effect او العزل الكبير فبالتالي هنا بتساعد البرنامج ان هو يتعرف على ال object بتاعك بشكل اسرع او بشكل تاني برضو وشكل بسيط ان انت يكون ال object بتاعك الملابس بتاعته او الوانه مختلفة عن الوان ال background فيه contrast ما بينهم بحيث يبقى فيه اختلاف بالنسبة للبرنامج يقدر يحدد pixels اللي هي مختلفة ما بين ال background وما بين ال object بتاعك او subject بتاعك الاتنين نفس المعنى بس الواحد قال يجود يعني انا مثلا كده عملت تحديد بشكل كبير انا راضي عنه لكن خلينا نتعرف على الادات التانية اللي مع roto brush tool اللي هي refine edge tool ومن اسمها كده هي بتحسن لي الحواف بتاعت selection بتاعي او التحديد بتاعي فلو جبت التول دي كده هعمل زوم كده بس scroll البقرة بتاعت النوس اللي قدام مصطرة وابدأ اشد عشان اوصل للجزء اللي انا عايز اشرح عليه او انا اتكلم فيه وهو الشعر وهي حلوة جدا في الموضوع بتاع الشعر ده كده او الحواف اللي انا عايزها تبقى تبقى على الشعر حرفيا باجي هنا كده على الجزء ده كده وابدأ ارسم على الحواف دي كده عشان هو يبدأ يتعامل بقول له انا اتعامل في الحتة ديت انا الحتة ديت انا عايزها مظبوطة اه شوف انت هتعمل ايه وربنا يوفقك فبتلاقي كده ان هو عملها لك بـ alpha channel دي كده بالمنظر ده كده بجيب كده المنظور ده كده وبشوف بتاعي عامل بالمنظر ده كده طلع بالمنظر ده كده ممكن اجيب لجنبه ده الطبيعي ممكن اجيب ده بقى ده بقى اللي انا يعني بحب اشتغل فيه لان انا ببقى وضح لي جدا الحاجة اللي انا محددها عاملة ازاي شايفها عاملة ازاي كده واللي انا مش محدده بيبقى باللون الاحمر اللي في نسبة من الش mismي بالمنظر ده انا كده خلاص اخترت الفريم الاولاني التحديد ليه عشان اقول له كميلي انت بقى التحديد ده كل اللي يعمله دلوقتي ان انا ادوس مسطرة بابدأ اعمل بلاي هنا على الجزء ده كده لاحظ معي بيبدأ يعمل تحليل للمشهد والسليكشن بتاعي بيمشي بشكل اوتوماتيك مع الابجيكت ان انا مختاره ولكن انا برضه ممكن اكون معاك في نقطة معينة كده ان ممكن السليكشن يخيش معي في مرة او في فريم كده يقوم فالت منه هنا ممكن ان انت تمشي فريم باي فريم او توقف بتاعته ان هو بيعمل تحليل كده ويكمل هده التحليل بتاعه يعدي على الفريمات كلها توقف تاني بالمسطرة وترجع على بتاعتك ومسلا الحتة دي كده ايه دخلت معي كده جوا السليكشن فانا عايز اشيلها هدوس وامسحها كده يبدأ ان هو يشيل هالة تاني ممكن امشي فريم باي فريم لو انا عايز ابقى محدد جدا بقى بزرار البيتج اوب والبيتج داون بيخليك تمشي فريم لقدام البيتج اوب بيخليك ترجع فريم لورا طول ما انت ماشي لقدام بتدوس تطلع فريم لقدام بيبدأ يحلل هنا كده المشهد بتاعك ويمشي فريم لقدام الدنيا تمام معاك مرضي مش محتاج ان انت تتعادل اي حاجة دوس كمان واحدة وهكذا بقى لو انت لقيت الدنيا ماشية نعمة مفيش اي اه مرة فلتت منه دوس مسطرة وسيب ان هو يتعامل مع المشهد بشكل طبيعي جدا وعشان توصل برضو لنتيجة حلوة في السيليكشن بتاعك بيبقى عندنا هنا شوية اختيارات منها الفيرجن فاحنا بنختار الفيرجن اه تو بوينت زيرو والكواليتي بتاعتنا نخليها على بيست هنا الجهاز بيحتاج جهاز كوية شوية يعني امكانيات عالية شوية عشان التحليل دوت بيستهلك من البروسيسور وكارت الشاشة وطبعا انت لو شغال على فيديو فور كي فهنا الجهاز بيبقى اتقل من ان انت تكون شغال على فيديو الف تمانين وبعد ما بتخلص المشهد بتاعك للاخر بتتيجي عندك هنا اوبشن اسمه فريز بتدوس على الاوبشن ده كده عشان يطبق لك التحديد دوت على الفيديو بتاعك بيبدأ يعمل لك رندر للمشهد بتاعك وبالمنظر ده كده انت تكون قصية العنصر بتاعك بشكل بسيط جدا وبشكل اوتوماتيك وبشكل سريع كمان فدلوقتي مثلا انا وعايز اكتب كلمة ورا الشخص بتاعي فانا هلاقي عندي هنا ده الفيديو بتاعي الاصلي وانا في الكمبوزيشن بانال لاحظ معي ان احنا كنا في اللير بانال شغالين هنا لكن بنرجع تاني على الكمبوزيشن بانال ده واقع ايه المشروع بتاعنا اللي شغالين عليه الاصلي هعمل منه دوبلي كيد كنترول دي عملت منه نسخة تانية النسخة التانية دي بقى انا عايز الغي منها التأثير بتاع روتو سكوبينج فممكن ادوس زراري ال ايه عشان يفتح لي التأثيرات كلها مرة واحدة او ان انا مثلا هنا افتح السهم ده كده واخش على ال افكس هلاقي عندي التأثير بتاع الروتو براش همواقف عليه وعمل له دريد او ان انا ممكن قطفي ال افكس كده عشان قطفي التأثير وبالتالي دلوقتي انا عندي اللير اللي فوق ده كده هو ده اللير اللي هو من غير خلفية حتى لو عملت الترانسبيران باكراوند بقى عندي هده من غير خلفية ده فيديو من غير خلفية زي ما احنا شايفين كده بالفيديو اللي تحت ده بالخلفية اللي هو الفيديو الطبيعي بتاعي لو انا جده اقتفت فى النص وعملت مسلا كلمة اكتب سبورت بين المنزر ده كده ولو عملته بلاي هلاقي ان الكلمة وورد الشخص بتاعي بالمنزر ده كده فهي افكرة حيولة جدا ممكن برضو نفس الشخص بتاعي كده ده ده الرندر اللي هو المقصوص نفسه ممكن اعمل له دوب ال alguna instة حرك النسخة دي كده وخليها تحت النسخة دي كده بالمنزل ده كده ممكن اجيبه تحت شوية اعمل كمان نسخة من ده كده كمان مرة واحركه كده برضو وممكن اخليه تحت الشخص ده كمان عندك افكار مش هتنتهي بقى بعد ما تقص الابجيكت بتاعك وبس كده يا صديقي ده كده بشكل مبسط جدا وشكل ان شاء الله ما تتلخبطش فيه فا اتمنى انك تكون استفدت جدا من الفيديو وعشان تستفيد اكتر من الفيديو دوت انا هكون سايب لك في وصف الفيديو فيديو هين هنهم الفيديو اللي احنا اشتغلنا عليه دلوقتي وفيديو تاني لو انت عايز تطبق الموضوع بتاع الروتس كومنج دوت على الفيديو دوت هتستفيد جدا والمعلومة هتعلق في راسك بشكل كبير وده استاذ عبدالله عنان داخل علينا في التيطوريال انا جديد جديد في الحوار ده يا جماعة بقول لك ايه هو كيو دابيو كنترول كي وكده يكون خرص السيطوريال بتاعنا لايك وسبسكرايب وشير وادعس اتكبسوا اتكبسوا لازم ان اشوفك الفيديو اللي جاي انا عامور عطالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته